أحمدك يا رب واشكر فضلك أنا حاسة زي ما يكون كنبالي في سنة عدة في المستشفى الحمد لله يا ماما أنا كنت بموت خسار ليكي ما تقوليش كده حبيت فيدي أنا هعمل لك سبوع ما خسارش حمد أقوله ونورش الملح ونرقص ونغني ونهيس ونعمل كل حي والجوزك تأخر ليه؟ جاي في السكة هجيب علي معاه؟ أنا مش حركة مع العربية خلاص يا ماما ممكن ناخد تاكسي وراهنا أنا مش هراوح معيكم إيه؟ أنت فكرة أن أنا حسي بيك لوحدك ما أنت في الحالة دي تروحي بيتك؟ لا طبعا والاسم هو أحمد داني مش هتخله بيت إيه يا هند؟ أنت عاوستي طلعي من هنا على البيت؟ مش هراوحة لبيتي أنا هراوحة لأحمد ولا يلا استني يا ماما بس استني زبغلي ممكن نعرف أنت زعلانة ليه كده؟ شايز اسمع ولا كلمة؟ والله العظيم حرام عليك يا هند يعني إحنا سكتين عشانتي تعبانة وكمان ما نشوفش علي ما تشوفهوش لي يا هالة هتشوفوه تعبان وضحي نجوزك بها يا قبلة يعني ينفع ما نحضرش أولادتك ولا نشوف ابنك؟ يا هند تعالي معنا عودي يومين بس النهاردة وبكرة مع ماما خلاص يا هالة ما تتحايلش عليها هي خلاص وقفت على حيلها وما بقتش محتاجها حد فيها ما ليش هو بالعقل يعني أنت ستتيني لوحدة لغاية ما ولدت ولما دخلت المستشفى عملت العملية وكنت بموت برضو ما كنتوش غنبي اللي كان شايلني يا أحمد ولاي يبقى لما يطلب مني من أنا أطلع عليهم أقول له لا إزاي يعني كتر خيرك يا بنتي أعمل اللي يرديك ويردي جوزك لا لا يا لا يا هند لا تزاوتيها قوي السلام عليكم عليكم السلام بترابيني يا أحمد يا ابن عليا ما تحط الصيف على رقابتي ماشي في إيه بس إيه اللي حصل تاني ما سبتش هند دي تراوح على بيت أبوها يا أحمد أنا فكرت يعني إن هنتي جمعا فكر براحتك فكر براحتك أعمل ما بذلك حسبي الله هو نعمى الوكيل فيك يا أحمد يا ابن عليا ما حاوله ولا قوت إلا بالله ما حصلش حاجة عشان دا كله أمهالا نحنا لسه كنا دلوقتي منتفق نطلع كلنا وناخد هند ونتطمن على الوقت في البيت تبقى أنا هيجرى إيه يا لو كتراوحت على بيت أبوها ويحصل إيه لو أخدناها وروحنا على البيت البيت واسع وياخد دا كلنا عندك حاجة وصحنا هيشوف جهر يلا يا بنتي يلا عشان يا الأفور دي